بعد عشرين عاماً تحولت خلالها الجامعة الإسلامية من جامعة الخيام إلى جامعة القلاع أعلن رئيس مجلس أمنائها جمال الخضري ترك هذا الموقع بحد أقصى نهاية العام الحالي القرار يأتي وفق الخضري حرصاً على إتاحة الفرصة لطاقات جديدة لتواصل مسيرة العطاء وتبني على ما تم إنجازه وتستكمل العمل لخدمة الجامعة والأجيال الجامعية ومسيرة التعليم العالي في فلسطين الوفاء لهذا الصرح العلمي الكبير هو ما شدد عليه الخضري الذي تمنى أن يحفظ الله الجامعة ومسيرتها لتظل قلعة شامخة ومنارة للعلم في سماء فلسطين وشغل الخضري هذا المنصب قبل عشرين عاماً وتمكن خلال هذه السنوات من إحداث نقلة نوعية في مختلف المجالات بالتعاون والجهود المشتركة مع أعضاء مجلس الأمناء ورؤساء الجامعة ومجالس الجامعة المتعاقبة وبدعم كبير من هيئة المشرفين ومؤسسات كريمة فلسطينية وعربية وإسلامية ودولية وحكومات ودول وخلال هذه السنين أصبحت الجامعة رائدة لها حضورها في مختلف المواقع ولها شبكة علاقات واسعة على الصعيدين العربي والدولي وتبوأت مراكز متقدمة وحصلت على جوائز علمية مهمة وكانت محط زيارات شخصيات ووفود مرموقة عربياً ودولياً واستعرض الخضري في بيانه أبرز ما في مسيرة بناء الجامعة من إنجاز المخطط الهيكلي الدائم لجميع مباني الجامعة الإسلامية في المقر الرئيس بمدينة غزة وإنجاز مباني فرع مدينة خان يونس وتأسيس وبناء الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بمقرها الرئيس وفرعها في خان يونس وإنشاء مشروع إرادة للتأهيل المهني لذو الإعاقة وإنشاء فضائية الكتاب وإنشاء المستشفى الجامعي وكلية الطب في مدينة فلسطين الطبية اشتركوا في القناة